المطلع لفاصل واستقبل ضيوفي فيه ثلاث نقاط سريعة متعلقة بالفترة القادمة في ملف التحكيب أولا التعينات بالنسبة للإسبوع الثالث للدوري فيها سرية شديدة لدرجة لدرجة إن حكم الساحة اللي هيدير مباراة بكرة سواء للأهل أو للزمالك أو بيرامدز والإسماعيلي ما يعرفش مين الطائم اللي معاه لا يعرف الاتنين المساعدين ولا يعرف الحكم الرابع نفس الأمر على المساعدين والرابع فيه فلسفة لللجنة الجديدة ما يعلنش أو الحكم نفسها ما تعرفش مين اللي معاها إلا لما يعلن الأسماء بالكامل أو الطاقم بالكامل على صفحة الاتحاد الحاجة الثانية ودي معلومة أنا تأكدت منها من خلال مصدر في اللجنة الحكام الجديدة اللي تم اختيارها من حوالي أسبوع عشر أيام من بكرة أي حد على دكة البدلاء هيعترض ونشوف بقى الفترة الجادة هيحصل ولا مش هيحصل إن احنا شفنا الواقع دي كتير جدا وما كانش الحكام بتاخد أكشن مع أي مدرب بيتخطى الخطوط الحمراء أو حدود اللياقة يعني زي ما بيقولوا في القانون إلا هيحصل منه كده وهيتخطى حدود اللياقة وده شوفنا في مطش الزمالك والمصري الموسم الماضي في مباراة بيرامدزو الأهلي حسب معلوماتي إن في تعلمات للحكام كارت أحمر على طول وطرد لأي فرض موجود على دكة البدلاء وتأريد والحكم اللي مش هيعمل كده هيتوقف دي الحاجة الثانية الحاجة الثالثة هناك اتجاه أنا مش هعالي لغاية لما يبقى قرار رسمي يعني بس معلومة جات لي إن هناك في اتجاه إن حكام الفار ابتداء من بكرة في الأسبوع الثالث هيكونوا ثلاث حكام فار في سيارة تقنية الفار حكم فار حكم ساحة مساعد فار ممكن يكون حكم حكم ساحة برضو مساعد معاه وحكم إيه فار حكم مساعد يكون لعلاقة بخطوط التسال وبالتالي ثلاث حكام على تقنية الفار في الفترة اللي جاي دي ثلاث حاجات سريعا بمهد على اللي هنشوف الفترة اللي جاية قبل ما استقبل ضيوفي الكابتن ناصر عباس والكابتن محمد فاروق في حلقة همة جدا حوارية مهمة جدا في تفاصيل محتاجين نسمحها كلنا بشكل قوي اربطوا الأحزمة عشان أكيد هنسمع أخبار ومعلومات مهمة جدا شغل بال كل الرأي العام كل ده ولكن بعد الفاصل